شوفوا بنصائح هيدا الفيديو قبل العيد رح تنحفوا يعني رح تنحفوا انقلتوا اي او انقلتوا لا اذا اتبعتوا النصائح حرفيا صدقوني ما حيجي العيد وانتم متخلصين مع هالكرش بس اكيد مش الكرش هالقد حتصير هالقد بس حتنقص كتير 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 بس تبعوا نصائح هيدا الفيديو هلولو حفوباتي انتمنى تكونوا باخير فيديو اليوم هو خلونا نتخلص من الدهون المتبقية لقلنا قبل العيد وحتى اذا كنتم خربتوا الدنيا برمضان باول اسبوعين خلونا مش ننسى اخطاء الماضي نصلح اخطاء الماضي بهيدا الفيديو مستعدين يلا نبلج اه وين رايحين هللللل اين رايحين حطيتوا لايك شركتوا علقتوا لي بقلوب وانا مش نبلشه لا اشوفوم يلا يلا خلونا نبلش هلأ راح نتبع خطة تقريبا شبه اللي فسرت بهيدا الفيديو بس فيها اختلاف تقريبا شبه بس فيها اختلاف يعني ضروري نتبع الترتيب اللي شرحته بهيدا الفيديو بس يخلص هيدا الفيديو روحوا وشوفوا ضروري نتبع الترتيب مش رح عيد نفسي بهيدا الفيديو بس بالاشي اللي رح أحتيكم إياها في هيدا الفيديو حفص لكم بهيدا الفيديو حكيت إنه فينا ناكل حلو هادي كانت أول أسبوعين خلاص عف الله عما سلف نبلل شي جديد هلأ هلأ نحن بدنا نتخلص من باقي الدهون بدنا نكون ولا الحريات بالعيد والشباب كمان تخلصوا كمان من الكرش معنا يلا مش مشكلة لا أكيد فيديوهاتي للشباب والبنات للنساء وللرجال حلو الكلمة للأطفال كمان كتير مفيد المهم إنه بدنا نتخلص من الوزن الزائد قبل العيد بطرق صحية طبعا وأكيد هالنصائح صالحين لبعض رمضان كذلك يعني مش بس للصيام صالحين لدائما قبل نبليش حاب أقلكن إنه عاملة تخفيد 40% على الاشتراكات معي لتحدي رمضان لهالأسبوعين اللي ضلوا من رمضان لحتى توصلوا بسرعة للجسم اللي بدكن يا التحدي هو عبارة عن تمرين حسب شكل جسمكن الجدول حسب شكل جسمكن نظام غدائي ونصائح يومية ومتابعة جماعية يومية وتحفيز اللي بنعملوا هوني إنه أنا حكون ماسكا بإيدكن خطوة خطوة لتوصلوا بسرعة لهدفكن قبل العيد بيكفي إنكم تفوتوا على الرابط فتي في الدوت نت وتروحوا على تحدي رمضان وتعالوا بسرعة ما تضيعوا عليكم ولا لحظة وخلونا نبلش أول نصيحة واللي هي أهم نصيحة إنه أحترم نفسي أحترم جسمي كيف؟ احترم تحترم ببساطة لما أحترم جسمي رح أعطيه الشي اللي بيفيده وحكون عم بنصطله شو عم بيقلي هعلمكن كيف تنصطله استنوا هعطيكم سماعات سحرية استنوا علي انصطله شو بيقول بنصطله شو اللي بيفيده شو اللي ما بيفيده شو اللي بيدره شو اللي ما بيدره لأنه بطنك غير بطنك غير بطني غير أنا ممكن أكل شي ويزاجني ممكن أنت تأكله وما يزاجك فبدنا نبليش ننصد بدي بليش كمان حب حالي بالشكل الصح كيف حب حالي وأنا لما أكون حب حالي أكيد رح أحطيها الشي المنيع لما أكون أنا ما بحب حالي أو مش فارقة معي أو أساسا مش مفكرة فيها شو ما كان ناس علاقتك مع الحبيب أو علاقتك زوجك لا استغفر والله رمضان هيدا شو حبيب مهم أكيد زوجك حبيبك هيدا هوي نبليش بالفيديو أهم شي هو جهازنا الهدمي إذا كان الجهاز الهدمي بصحة جيدة كويس صدقوني كل شي حيمشي مثل ما أنتوا بدكن وصلكون حينقص بشرتكن حتصير كويسة شعركن حتصير كويس كله هيدا سر دماغ الثاني للإنسان هو أكتر شي ما بحبه واللي نحنا بدنا نعمله ديتوكس هيدا الأسبوعين أنت يكون يرجع يبني حاله من أول وشديد وبدنا نوقف عليه السكر بكل أنواع عندكن مصدر سكر أتنين هالمرة حيكون عندكن حبة تمر على الإفطار بس حبة تمر اللي بتجي بتقلي لأ خليهم ثلاثة خليهم ستة خلي الوزن اللي بالعيد ما خصنيش فيه سمعت كلامي ديكتاتورية أنا بهيدا الفيديو سمعوا كلامي للأخير سمعت كلامي من الأول للأخير وطبقتي حرفيا أقسم لك بالله أنه أنت حترجعي ليلة العيدة تعالقي على هيدا الفيديو يا بنا تسمعوا نصائحه وعملوا أوكي؟ ويا شباب كمان شباب ما بتعالقوا لي بس يلا حتقول لرفقاتك ممكن ممكن لأ حبة تمر واحدة لنكون عام نعدل مستوى السكر بالدم لأنه نحنا بفترة صيام غير الصيام ما بناخدوش وحبة فاكهة واحدة وهي الفاكهة باخدها يوم أي يوم لأ مش كل يوم باخد فواكه ممكن أخد يوم ويومين لأ ممكن ياخد يوم أي يوم لأ شو الفاكهة اللي باخد؟ باخد دائماً فاكهة بحجم تفاحة يعني الفاكهة اللي بدي أخدها خلال طول يومي بيكون بحجم تفاحة شو ما كانت؟ بس كترت كترت حجم تفاحة بدنا نبتعد عن المانجو وبدنا نبتعد عن الموز اللي بيكون ناضج كتير لما يكون ناضج كتير بيكون السكر تعوله عالي موز عادي عادي مفيش مشكلة تأكله بالعكس غني بالبوتاسيوم بس إذا ناضج كتير يعطيكم العافية ما بناخده هاي دي الفترة انتهينا من السكر ستيفيا نو عسل نو طبيعي نحل نو ها من الآخر أي شي بتقولولي سكر نو ها نو عندك تمر وعندك حبة فاكة لا نو نو خلص هلا حنزل بربط الفترة لانه انا بقرأ تعليقات كون وبحب اقرأ تعليقات كون لكون عارفة في تكون اكتر انا بأكل تمر مع لبن او مع حليب نو حنشيل الحليب ومشتقاته الاجبان ومشتقاتها مصدر لكتوز ما بدناش نو 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 طب ده نو طب هيدا نو مالأخر نو شو ما زقولي لا كل شي لبن جبن مدري شو ياغورت اليوناني مش يوناني نو هالفترة نو بدك تنقصي وزنك للعيد بدك تنقص وزنك للعيد نو بدنا نحترم جهازنا الهضمي بدي خليه يتشافى عمله الديتوكس لكون الهضم عم يمشي كويس مشي الهضم كويس رحت الحمام أكرمكم الله بلش تفضي بلش تخف بلش كل شي عم يمشي كويس حنيجي للمصدر الثالث لي كمان نو لا بس هيدا حيكون نو نو هو الجلوتين الجلوتين كمان بروتين القمح كمان مشي كويس لجهازي الهضمي بهيدي الفترة اللي عم بعمل فيها ديتوكس بدي خدفف مصدر الكاربوهيدرات يعني الخبز أول شي كل شي بدي أخدو القشور كاملة منزوع القشور خطوة إلى القفور برابا حافظين اللي بيجبني فيكن انكن حافظين هلأ بدنا نطبق القمح حبة كاملة الماكارونا نو نو حبة كاملة مش كاملة نو رز حبة كاملة ياس برغل ياس 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 كينوة ياس 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 يعني أول شي مصدر بدأ تكون بطاطا حلوة برغل كينوة بعدين بنجي للبطاطس العادية بعدين بنجي للشعير بس كمان بكنيات محدودة كان ربع الصحن هلأ نرجع نخفف ما فيش مشاكل بدي كتير من الخضار حقلكم الخضار الخضرة ما عادة ما عادة سبانيخ إذا مش مطبوخة الجرجير لأنه هولي بيسببه نفخة وغاسات لبعض الناس وأي شي بيسبب لي نفخة وغاسات قد ما يكون مفيد قد ما يكون صحي قد ما يكون فوائد واو لا أي شي بسبب لكم نفخة منه صحي لألكم فإذا في كتير ناس بيشرب مشروب الأخضر اللي بي سبانيه بيقولوا لي يا فاتيه بيسبب لي غازات نفخة منه صحي لألكم ناكست أي شي أكلتوه لو يحكوا عن فوائده لأيوم الحكي حسيتو سبب لكم نفخة لأ الحليب في البعض رح يعودوا بالحليب النباتي مش حليب الصوجة لأنه كتير كمان بيسبب له النفخة وغازات نفخة وغازات معناته فيه تخمر عم بيصير جوا تخمر مش صحي مش كويس أنتو بس تخيلوا من بره كيف الوضع خروج غازات خروج غازات من هوني فما بالكم جوا شو عم بيصير فهيدا الشي كله لا اللي بدنا نبلش ناكله بدنا نعزز أكلنا بكل شي غني بالبكتيريا نافع البروبيوتيك جوجل الأكلات الغنية بالبروبيوتيك أو بدي أخذ مكمل بروبيوتيك أكيد أنا بفضل دائما يكون الأشياء من الأغذية تعونا بس إذا مش موجودة ما علي شي أخذها من المصادر إنه أشتريها بس أهم نقطة إنه مع حبة التمر بأخذها بصلي وبرجع عشان ضغري جسمي يبلش يستفيد منها وهيدي الحبة البروبيوتيك بناخذها يوميا مدة هاي 15 يوم لتكون عم بتعزز للهضم كمان شغلة تانية هو بدنا نعزز حمض المعدة وهذا الشي كتير مهم بنعزز حمض المعدة بالمضغ يعني أنا وأنا بأكل بأخذ وقتي عشان هيك أنا دايما شو بقلكن خدوا كاسماء خدوا التمر وروحوا وصلوا ورجعوا ليه بقلكن وروحوا وصلوا ورجعوا؟ لأنه هوني بلش ينفرز حمض المعدة وبلش يتعزز للهضم وجسمي بلش توصل ورسالة أنه هيجي الأكل فبلشت يتطحونة الضور عشان تطحن الأكل بس هاي الطحونة وهي بالضور ليش أنا ما ساعدها؟ انضغ كويس كلمة مضغت وأخذت وقتي بالمضغ كلمة وصلها أنه هي جاي أكل فهي بتلف كتير تحنت 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 بعد تحنت بعد تحنت حبيت كيف تحنت مهم جدا أخذ وقتي بالمضغ مهم جدا ما أحضر تلفاز وأنا بأكل بعرف بتحضروا مسلسلات مدري جعفر مدري خنفر مدري شو المسلسلات البالدية خصوص المسلسلات اللي فيها توثر فيها ركت كتير فيها حرب فيها قتل فيها مدري شو فيها سريخ فيها سعي لا ليه لأنه هوني عم بتوتر معاهم لشعوريا فجسمي شو عم يفرز؟ الهرمونات اللي ما بدنايا هون هلأ اللي هني شو؟ هلأ البعض عرف والبعض ما عارف أول هرمون اللي ما بدي ينفرز هو الكورتيزول واللي هو بيسبب لي زيادة بالوزن واحتباس بالمياه ومشاكل صحية عديدة فأنا بغنى بغنى عندي 15 يوم للعيد كلوا بعدين حضروا الحلقة مش حطير هلأ مع البلاتفورمز اللي صاروا موجودين فيكن تحضروا الحلقة بعدين وأشي صحتكن أهم فخدوا وقتكن بالأكل نفسوا أنتوا بتاكلوا بعدين بس أنا خلص أكلي بدي أخذ هالشايات اللي هني روعة بدي أخذ لي شاي الشومر كل مرة أنه نوع أو خلال يومي شاي الشومر شاي اليانسون بس أقول شاي هو من دون شاي بس اليانسون الشومر ليكونوا عم بيساعدوني على الهضم النعناع كذلك وأهم مصروب اللي كتير بحبوه اللي هو الزنجبيل والليمون الحامد روعة وبساعدوكن على الهضم كمان فيني ضيف على إحدى الشايات ملعقة صغيرة من خل التفاح الطبيعي تبهوا كمان هيدا خل التفاح لما تروحوا تشترووا بتكون تشوفوا في هيدا البل ما بعرف كيف أشرحها إنه في شي مش صافي صافي ويكون كمان عضوي ملعقة صغيرة وبضيفها تبهوا لأسنانكن يا أنا بدي أضيفها على ما يأشربها بلاباي هيدي بس لما أشرب مش تلف اللي عسناني أشرب قبلع أو إنه تكون فقليا مخففة كتير يعني ملعقة صغيرة مع كاس أو شاي كتير كبير وأشربوا كله أنا فترات مختلفة ليكون هيدا الشي عم بيعزز لي حمد المعدة وبالتالي عم بيعزز لي بالهضم بالجسمين خلصنا من الأكل أكيد بدنا ناكل خضار أكيد بدنا ناكل مصدر بروتين مهم جدا وأكيد بدنا نتبع نصائح لي بهيدا الفيديو اللي قلت لكم محاعد حالي من غير شي أنا عم فسروا وأخذوا وقتي هون الشي الثاني اللي هو أساسي اللي أنتوا معظمكم بتعملوا بس اللي ما بيعملوا بدوا يرجع يعملوا اللي هي الرياضة مهم جدا سمعوا تمارين اليوكا سموها يوكا سموها إطالة سموها تمدد عندك مشكلة مع الاسم شيل الاسم وعملي التمارين مخص هيدا بس تمارين حبيبتي تنفس جدا مهم عقد ما أنا حكيت لكم عن أهمية تنفس من أول ما بلشت قبل لا يصير الرياضة موضة بالوطن العربي قبل كورونا وهيكي كنت عم بحكي عن أهمية تنفس طلع موضة لأنه أنتوا بتحبوا الموضة يعني مثل الفيلاتيس حكيت عنه من سنين طلع موضة فكل شي عم بحكي لكم عنه قبل لا يطلع موضة أنا عم بحب أعطيكم شي اللي بيفيدكم مثل تحديات المشي فعندي تمرين تنفس خاص باش تشهيق زفية طريقة التنفس نفتح القفص الصدري موجود بالقناة إذا لقيت الفيديو بخلي لكم صورته هوني وبخلي لكم اللينك هوني كمان فيديو اليوغا اللي نزلت لكم ياه بالقناة أو التمدد أو الإطالة خلال تحدي رمضان وفي واحد بتحدي 23 هون الاثنين بدي يكن تعملوهن يومياً اثنيناتهم مع بعضن قبل الإفطار رح تدعو لي بلاس اللي مش قادر يتمرن نهائياً قبل الإفطار عملولي تحديات المشي واحد منهم عشر دقائق الحلو بتحديات المشي تعولي إنه دايماً بمزج فيها مقاومة وبالتالي برفع لكم الحرق بالجسمكم لحتى حتى لما تخلصوا التمرين الحرق بيضلوا مستمر معاكن وهيدا السر بفيديوهاتي لهيك بتقولولي شو السر بتكون سهلة بس بيضل يحرق جسمنا أو بينقص وزنا أو بنكتسب صحتنا هاي نعم بعطيكم واحد منه غير إنه النية دائماً بدي حط نية كويسة بالفيديو طاقة كويسة بعد الإفطار ضروري شوفوا هيدا الجدول عملت لكم جدول الريادي فصلتوا تفصيل شو نتمرن قبل الإفطار شو نتمرن بعد الإفطار أما اللي قادرين يعملوا هيت كاردو أكيد قبل الإفطار بنصحكم بفيديوهات لهيت كاردو حبيبي هيدا كانوا نصايح اليوم بتمنى إنه يكونوا قد فادوكم أنا بحبكم كتير شوفكم بديو جين